النادي الاهلي واتمنى ان الكلام ده يكون باين للناس كلها لجمهور الزمالك قبل جمهور الاهلي لانه خطورة الكلام ده انه يستخدم مادة للتراشق بين الجماهير وانقدر السلم العام بينهم والعملية مش نقصة صدقوني لازم ان الامور كلها تبقى واضحة للكل الاهلي عمل ايه لما سيادته اتهم الاهلي بكل هزي الاتهامات مسكتش بعت مجلس الادارة للوزير بعت للاجنة وقتها المهندس خلد ابعزيز لم يتمكن من ارسالها جيل دكتور اشرف صبحي وعشان الناس يبعر من الدكتور اشرف صبحي جيل الوزارة من نادي الزمالك يعني كان لغاية لحظة توزيره مدير العلاقات العامة في نادي الزمالك يعني مش هيجامل النادي الاهلي بس الجمان اول ما جيه مشكورا فعل دور هذه اللجنة وبعتها هذه اللجنة وهي لجنة من وزير للشباب والرياضة قادم من نادي الزمالك ما هواش للعمري فاروق ولا طهر ابو زيد كوزراء لا وزير جاي من نادي الزمالك مباشرة عد الشارع راح الراجل بعت اللجنة وفعلها وتابعها كانت النتيجة ان اللجنة اللي فتشت على النادي الاهلي فيما يخص تحديدا كمان اموال التبرعات الوردة من السيد تورك ال شيخ والساعات والكلام من الرجل ده بيقول عليه النتيجة كانت ان اللجنة من الوزارة زي ما شايفين حضراتكم المذكرة اللي صدرت ارسلت اللجنة التي شكلتها وزارة الشباب والرياضة بناء على طلب النادي الاهلي لحصر الاموال والتبرعات التي تلقاها النادي من تورك ال شيخ رئيس هاية الرياضة السعودية للتأكيد على سلامة موقف النادي القانوني في دخول جميع الاموال الى خزينته وجاء تقرير وزارة الشباب والرياضة الذي يجب ان يخرس هؤلاء الجملة دي من عندي في وقت سابق يؤكد سلامة موقف الاهلي القانوني من تلق التبرعات مع اخذ ملاحظتين على الاهلي الاولى كانت تخص المبلغ الذي حصل تخص المبلغ الذي حصل عليه جهاز الكرة واللعبين بشكل مباشر على سبيل الهدية بمناسبة الفوز بالدوري حيث اكدت ضرورة ان يتم اداعها اولا في حسابات النادي واتخاذ الاجراءات وخصم الضرائب وليس توزيعه بشكل مباشر اما الملاحظة الثانية فجاءت لعدم قيام ادارة النادي بمخاطبة الجهة الادارية قبل قبول هذه التبرعات في الوقت الذي تم الاستناد في ذلك الى ده المهم اختار الجهة الادارية بمحاضر اجتماع مجلس الادارة والتي تضمنت القرارات الخاصة بهذه المبالغ الموافقة عليها وبصفة المتبرعين وارسلت اللجنة المشكلة لفحص التبرعات خطابا يفيد بتلقي النادي 119 مليون عشان اللي بتسمعوا منه 200 مليون و400 مليون و200 مليون اعرفوا ان اللجنة قالت 119 مليون تقريبا من تركي قال الشيخ حيث تم اتخاذ الاجراءات المالية والمحاسبية بشأنها وخاطب الاهل في وقت سابق مدريت الشباب الرياضة للموافقة على حصولها على كذا هنا لو انت شفتوا حضراتكم المذاكرة اللي طلع من الوزارة في اقصى اليمين منها تم العرض على السيد الدكتور وزير الشباب الرياضة وتفضل بالموافقة على قيام الجهة الادارية المختصة بالموافقة على قبول التبرعات حيث ان الموافقة اللاحقة مثل الموافقة السابقة ده توقيع وكيل الوزارة وكيل وزارة رئيس اليدارة المركزية في توضيح بس جنة من أستاذ محمد مرجان دلوقتي آه بعد إذنك أي قال انه عضوية الأستاذ مرتضى لم تردوا له في النادي الاهلي فهو ليس عضوا بالجامعة العمومية ليس عضوا بالجامعة العمومية دي نقطة مهمة جدا في التوضيح إذن شفتوا حضراتكم التقرير الصادر عن مكتب وزير الشباب الرياضة من خلال اللجنة الرقابية اللي فتشت على النادي وأكدت سلامة موخف الأهلي في هذه الأموال مش كده بس الناس راح اترفع دعوة مشي حق التقادم مكفول احبس المجلس اثبت الواقع المحكمة قالت ايه فيما يخص هذه الواقع المحكمة اللي لما يصدر حكم منها من محكمة جنح مستأنف يجب أن يخرص هؤلاء لأنه هي دي الحقيقة الحكم عنوان الحقيقة إلى أن يكون هناك حكم آخر ولا أنا يعني ياريت القانونين يقولوا أن أنا بتكلم غالبا إذا حكم باتت على الفكرة غير قابل أنك تفتح القضية دي تاني جنح مستأنف قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشارة عمر فاهمي ببراءة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والعمري فاروق نائب رئيس النادي في القضية رقم تمانية وتسعين أربعة وتسعين لسنة الفين وتمنتاشر والمقيدة برقم تمانية وخمسين اتنين وخمسين كل وسط القاهرة من تهم التلقي وقبول تبرعات أجنبية بالمخالفة لقانون الرياضة رقم واحد وسبعين لسنة الفين وسبعتاشر وطعن الشاكينة على الحكم وفي جلسة خمستاشر ديسمبر الفين وطمنتاشر قضت جنح مستأنف قصر النيل بتأييد حكم البراءة حكم طلع وتأيد بتأييد حكم البراءة ورفض الدعوة المدنية ما يعتبر حكما نهائيا يمنع العودة للتحقيق في هذا الشأن بصوا للقاضي حكم نهائي بات يمنع التحقيق في هذا الشأن يعني لم يثبت لي بأي شكل من الأشكال إن الورق ده في حاجة فيمنع التحقيق فيه بأي شكل ويزدل استطار على قضية تبرعات النادي الاهل وكان محامي وصيدالي أقام جنحة أمام المحكمة مستندين إلى تصريحات صحفية تتضمن قبول إدارة الآل تبرعات للنادي وقدم المدعان حوافز تضمنت صور مكتبات إدارة النادي الاهل موجهة لوزير الشباب والرياضة ومدير الشباب والرياضة في القائرة بطلب فحص التبرعات وقدم الدفاع عن النادي الاهل مستندات تفيد بإختار محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي للجهات المختصة يعني المحكمة تأكد لها إن رئيس النادي الاهلي أخطر للجهات المختصة وكذا موافقت الجهة الإدارية على قبول هذه التبرعات وقت تلقيها مذكرة من الوزير من لجنة فيها جهات تفتيشية رقبية ثم حك يتأيد كمان بحك من هائبات يزل الستار على مثل هذه الحبالة المسخة قوي ده مش بنقوله عشان نرد على الأستاذ مرتضى مصرورة لكن بنقوله عشان الرأي العام يرى الأمر على حقيقته يعني اشتركوا في القناة